بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا فيما سبق من القسم الأول مما يتطهر به وهو الماء الطهور من تعريفه وحكمه وما يتغير به والمسائل المتعلقة به والآن نتحدث عن القسم الثاني مما يتطهر به وهو البديل عن الماء الطهور وهو التراب فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا أذن الله سبحانه وتعالى للمتلبس بالمرض أو فقد الماء يعني إما أن يكون عاجزا عن استخدام الماء مع وجود الماء لمرض أو نحوه أو لا يجد الماء يقدر على استخدامه لكنه لا يجده فأذن الله سبحانه وتعالى لمن هذا حاله أن يتيمم بالتراب لأداء الصلاة ونحو ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هذه الآية هي الأصل في هذا القسم الخاص بالطهارة بالتراب لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء الطهور فإذا عدم الماء الطهور أو عجز عن استخدامه فينتقل الإنسان إلى التراب وهذا من يسر الله سبحانه وتعالى على المسلمين ما معنى الصعيد الطيب الذي ورد ذكره في الآية فتيمموا صعيدا طيبا وأيضا ورد في قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بجلدك فإن ذلك خير اختلف الفقهاء رحمهم الله في معنى الصعيد الطيب وقبل أن نذكر اختلاف الفقهاء في معنى الصعيد الطيب نذكر التعريف بمعنى الصعيد الطيب في اللغة ما المراد بالصعيد في اللغة في لغة العرب هو ما ارتفع من الأرض يعني ما برز وارتفع من الأرض يقال له الصعيد وقيل ما لم يخالطه رمل وقيل الصعيد هو وجه الأرض قال سبحانه وتعالى فتصبح صعيدا زلق أي وجه الأرض وقيل أيضا في اللغة قيل الصعيد الأرض وقيل الأرض الطيبة وقيل كل تراب طيب إلى غير ذلك مما قيل في معنى الصعيد في اللغة فيطلق على المرتفع من الأرض ويطلق على الأرض المنخفضة ويطلق أيضا على وجه الأرض ويطلق أيضا على التراب غير ذلك من المعاني التي ذكرها أهل اللغة الفقهاء رحمه الله اختلفوا في معنى الصعيد وبالتالي اختلفوا فيما يتيمن به بناء على تعريفهم لمعنى الصعيد الحنفية فقهاء الحنفية رحمه الله قالوا الصعيد معنى الأرض بأجناسها وأجزائها يعني كل شيء من الأرض يسمى صعيد فيشمل التراب والرمل ولذلك أجاز الحنفية أن يتيمن بالتراب وبالرمل وبالسباخ وبالحجر وبالكيلس وبكل ما هو من أجناس الأرض وأجزائها فعندهم يجوز أن يتيمن به لأنه في معنى الصعيد ولذلك قالوا الملح المعدني الطين الأشجار الحشيش الحشيش المراد به النباتات قالوا لأن هذه كلها في معنى الصعيد وهي من أجزاء الأرض وبالتالي فيجوز التيمم فيجوز التيمم بها فإذا لم يبقى من هذه الأشياء شيء قالوا لم يوجد ما يتيمن به الإنسان إلا ثيابه أو سرج رحله أو الجدار الذي هو مقيما فيه في الغرفة التي هو فيها قالوا فإنه يتيمن بذلك بثيابه وبدنه وبسرج دابته حتى ذهب بعضهم إلى القول بأنه يمكن أن يضع يديه في الهواء فإذا علق بها غبار ولو شيء قليل فإنه يمسح به وبالتالي يكون متيمما المالكية قالوا الصعيد هو ما على وجه الأرض وهذا موافق لما ذهبنا إليه وذكرناه عند أهل اللغة ويدخل في ذلك التراب والرمل والحجارة فبالتالي هم أقرب إلى الحنفية قالوا يجوز التيمم أيضا عندهم بالطين المبتل ويجوز التيمم بالرمل والحجارة ونحو ذلك لكنهم قالوا لا يجوز التيمم على الخشب والحشائش والزروع قالوا لأنها ليست من وجه الأرض كما لا يجوز التيمم على الرخام والزبرجد ولا يجوز التيمم بالنحاس والحديد والذهب والفضة ولا البساط ولا الثياب عند المالكية لا يجوز لأنه ليس في معنى الصعيد الذي هو وجه الأرض الشافعية والحنابلة قالوا في الصعيد الصعيد هو التراب الطاهر الذي له غبار إذن قصر الصعيد الوارد في الآية على التراب الذي له غبار طبعا ويشترط به أن يكون طاهرا لأنه كان نجس ولا يجوز استخدام النجس إذن التراب الطاهر الذي له غبار هذا المراد عند الشافعية والحنابلة في قوله سبحانه وتعالى فتيمم صعيدا طيبا وكما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلم وعلى هذا يجوز التيمم بالتراب بشرط أن يكون له غبار يعلق بالعضو وبالتالي لا يجوز التيمم بالطين ولا بالحصى ولا بالرمل ولا كل هذه الأمور لا تثبت عند الحنابلة وعند الشافعية قالوا وإن ضرب بيده على ثوبه أو على جدار أو على مكان فعلق به غبار وجد فيه تراب رقيق فعلى هذا يجوز على الصخر أو على الدابة أو على الثياب وجد بها غبار فمسح بها يديه فظهر الغبار في يديه جاز له أن يتيمم بذلك لأنه من التراب الغبار هو جزء من التراب لكنه متطائر استدلوا على هذا أن البسط المضرب بيده على الحيط ومسح بهم وجهه ثم ضرب أخرى فمسح ذراعي قالوا المقصود أنه حائط عليه غبار والغبار هو جزء من التراب فصح ذلك وبالتالي لا يجوز التيمم بالرمل ولا بالبطحة ولا بالخرصان ولا بما تغير بالحجارة ولا بما صنع كالفخار ونحو ذلك لا يجوز ولا يجوز بالتراب النجس نستنتج نستنتج مما تقدم فيما ينوب عن الماء اللي هو التراب الطهور أو التراب الطاهر أو الصعيد نستنتج ما يأتي واحد اتفاق أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذو الغبار جائز كلهم متفقون الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية قالوا إذا كان هناك تراب له غبار فإنه قولا واحدا يجوز التيمم به الأمر الثاني أن التراب النجس لا يجوز تيمم به وهذا بالاتفاق الأمر الآء الثالث أن سبب الخلاف هو تعريفهم للصعيد الوالد في الآية فالحنفية أجازوا تيمم بكل ما كان من جنس الأرض ومن أجزائها كالرمل والحجر والنبات والشجر وكذلك المالكية أجازوا تيمم به بما على وجه الأرض لكنهم لم يجوزوا التيمم بالأشجار والنبات لأنها ليست من وجه الأرض عندهم ثم الحنابلة والشافعية فسروا الصعيد بالتراب الذي له غبار فقسروا التيمم عليه وعلى ما فيه غبار إذن هذا الخلاصة مما تقدم في موضوع التيمم بالصعيد الطيب والله أعلم